اشتركوا في القناة ومن ندد ومن نستنكر ومن نشدد على كذا ومن دين كذا ونرفض كذا ولا نرضى بكذا هذا كله يضحك العالم علينا أن أوسعتهم سبا وأردوا بالإيدي راحت الإيدي هم يتمتعون بسبنا لهم يسخرون منا فلابد من أن نكون أقوياء حتى ننتزع بقوة حقنا ولا أحد في العالم يعين على انتزاع حقنا إلا أن نكون أقوياء أنا أعلم علم اليقين أن هناك حربا عالمية ثالثة كانت قبل حين تحت الطاولة الآن فوق الطاولة كانت غير معلنة جهارا نهارا الآن معلنة جهارا نهارا حرب عالمية على الإسلام حينما نطبق منهجهم في الحياة الانتخابات الحرة الديمقراطية حينما نطبق منهجهم في الحياة وهذا المنهج الديمقراطي الانتخابات صندوق الاقتراع ينتج إنسان إسلامي الانتخابات كلها مرفوضة هذا صار في الجزائر وصار عند الفلسطينيين وصار في مصر وأي بلد إسلامي إذا فيه انتخابات حرة نزيهة وأفرزت واحد مسلم الانتخابات كلها مرفوضة هم كذابون هم يريدون انتخابات تفرز إنسان صنيع لهم لذلك نحن ما صدقنا الله عز وجل أنت حينما تقرأ القرآن وتنتهي من قرأته تقول صدق الله العظيم نحن ما صدقنا ربنا حينما قال ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم هم يمثلون ويضحكون علينا ويصطنعون معارك في معركة شكلية بين أمريكا وإيران وإيران العصر غليظة في المنطقة شيء واضح جدا هم عندهم عصر غليظة في المنطقة كانت إسرائيل الآن إيران هي مشكلة كبيرة جدا فنحن ما لم نكن أخويا لن نأخذ من حقنا شيئا والله يا سيدي أنا أتألم ألم لا حدود له حينما أرى بأسنا بيننا وأقول لك هذه الكلمة الموضوعية أعداؤنا الغربيون يتعاونون وبينهم خمسة بالمئة قواس مشتركة ونحن تسيل الدماء وبيننا خمسة وتسعين بالمئة قواس مشتركة يتعاونون على خمسة بالمئة قواس مشتركة مصلحتهم في التعاون ونحن نتنافس ونتقاتل وبيننا خمسة وتسعين بالمئة قواس مشتركة هذا الذي يجري في العراق ويجري في السورية ويجري بينما نذهبين إسلاميين أليس كذلك صحيح فلذلك نحن حينما نبتعد عن حقيقة ديننا كذب البضاء بيننا والحقيقة أنا أقول كلمة للدعاة الدعاة إلى الله نوعان دعاة إلى الله بإخلاص ودعاة إلى ذواتهم بنفاق الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع والدعوة إلى الذات أساسها الابتدع الدعاة إلى الله الخالصة أساسها التعاون والدعوة إلى الذات أساسها التنافس الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاعتراف بالآخر والدعوة إلى الذات أساسها إنكار الآخر مرة زارنا تارتر جاء للمنطقة برنامج زيارته دمشق رامالله تلقابيب ماشي ثلاث عواصل أما الرابعة زيارته أسرة الأسير الإسرائيلي للعاد شاريط هل تصدق أن لنا عند اليهود لدعشر ألف وثمانمئة أسير من أجل أسير واحد يأتي رئيس أملك سابق ليزور بيت الأسير وإذا عشر ألف وثمانمئة أسير لا قيمة لهم إطلاقا فلا أحد يحترمنا إذا كنا ضعافا ما لم نكن أقوياء لا يحترم ديننا ولا تحترم أمتنا ولا لغتنا أيضا وبهذه المناسبة عندما كان يؤثر مسلم كان يبادل بآلاف الأسرة من الروم أو من الفرنجة أو من التتر أو المؤسير مسلم وأيضا يعني يدفع له الأموال الطائلة من أجل تحريره وأيضا استقبال حافل الآن أسر المسلمين ليس لهم قيمة أنا أحيانا ألخص الوضع القائم بكلمات هان أمر الله علينا فهن على الله هان أمر الله علينا فهن على الله يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه من أجمل ما قرأت عن هذه الآية يعني يا محمد بعد انتقالك إلينا ما كان الله ليعذب أمتك وهي ما كان من أشد أنواع النفي سماه علماء اللغة نفي الشأن يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن نعذب وسنة النبي قائمة فينا وسنة النبي قائمة فينا شكرا